هل تستطيع قوات الاحتلال للقضاء على المقاومة؟ هتفشل هتفشل ليه بقى؟ لأن أولا هم زي ما هم بيقولوا وحدا بنحارب أشباح العملية اللي لسه كان متصورة الفيديو الأخير بتاع الجارح داخل قطاع غزة بجوار المخيمات اللي هم ضربوها وبيتطلع بينها سواريخ هي اللي بتضرب تل قبيب درسالة أن احنا ما زلنا موجودين في غزة وما زلنا بنضرب وفي المناطق اللي انت قلت أن انت خلص خلصتها فدي رسالة أن هم المعركة مستمرة انت بتأذي أولاد البلد وبتزحهم وتقتلهم وأطفالنا وأولادنا لكن احنا كقوة مقاومة احنا موجودين تحت الأرض احنا جيش كامل تحت الأرض ممكن يطلع لك من أي مكان ويواجهك ويضربك على فكرة دي كلها رسائل يعني أن أنا ما زلت وضرب من تل قبيب من شمال غزة إذن أن أنا قادر أن أستمر معاك لمدة طويلة يعني دي نوع من أنواع الرسائل قتل الأسير اللي تقتل أسناء المراجهة معهم لتحريره رسالة أن أنت لو حاولت أن أنت تخترق أي مجالية وتحاول تجيب أي أسير هيكون مصيره الموت في الأتنين بيبعتوا رسالة لبعض في الجانب الإسرائيلي أنه أثر ناس عاديين في سن القدرة أنه يحارب ويصورهم بالصورة دي عشان يحطم المعنويات للمقاتلين الفلسطينيين أو من ناحية تانية نبعت رسالة للعالم أن أنا مسيطر وأن أنا بحق النتائج أو يرفع الروح المعنوية للإسرائيل أنا شايف أن على أرض الواقع هو مش حاقة حكا